اشتركوا في القناة لبلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وتمنياتهم الطيبة لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم في ظل قيادته الحكيمة وقد رحب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة بسعادة وزير شؤون الإعلام مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم في كافة المجالات وبالأخص في الشؤون الإعلامية هذا وكلف سمو أمير دولة الكويت سعادة وزير شؤون الإعلام بنقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتمنياته لشعب البحرين بالمزيد من التطور والرفعة والرقي من جانبه أعرب سعادة وزير شؤون الإعلام عن سعادته بلقاء صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة معربا عن جزيل شكره وتقديره على كرم الضيافة والوفادة وحفاوة الاستقبال التي عكست الروابط الأخوية والصلات المتينة التي تجمع البلادين والشعبين الشقيقين متمنيا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا الطراد التقدمي والنماء اشتركوا في القناة